مرحبا بكم مشاهدنا الكرام اهلا وسهلا بكم في هاد البت المباشير بطبيعة الحال لكل ليلة كانت لقاوه معكم في لايف مباشير ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الليلي دردشة ليلية مع الاحباب اللي عودناكم عليه كل ليلة اللي كان نقشفهم جمعة من المواضيع اللي كتهمكم وكتهم ايضا اهتمامات ديالكم فبطبيعة الحال اخواني الكرام اليوم ارتقينا باش اننا نقش معكم موضوع يعني اللي صراحة ولم تروح بشكل كبير في الاوين الاخيرة وفي يعني اه في السنوات الاخيرة ولينا كان نشوفهم جمعة من الشباب يعني ربما اه كيحلم بالهجرة وهذا امر مشروع بطبيعة الحال الا انه اه حينما نرى بان هذا الامر ولا اه بشكل كبير ولت ايضا ايضا ظاهرة الحريق الهجرة السيرية وغيرها من الامور اللي كتخلينا انت تسألوا جميعا اين الخلال شنو هو السبب اللي كيخلي هات الشباب ويعني شباب ريعان اه الشباب ديالهم يعني اه صراحة مقتبل العمر كيركبوا اه قوارب الموت ايضا هناك من يسلك اه يعني اه سبول قانونية من اجل انه يهاجر سواء اوروبا او دول اجنبية او الخليج العربي لانه يعني كنشوفوه شباب ديال مغريب اليوم يعني ربما اه مبقاش راضي على الوضعية الاجتماعية دياله مبقاش راضي على الوضعية الاقتصادية دياله وادشي يعني اللي كيخليه ربما كيفكر انه يبحث على افق جديد يبحث على امل جديد حينما اه يفقد المرء الامل في الحياة الامل في العيش الكريم الامل في مجموعة من الاشياء اللي اه هذا الشاب اللي هو اه في سنوات اولى من الحياة دياله يلا بدا الحياة دياله بطبيعة الحياة يلا بدا كيشوف الدنيا وبالتاليفة اه كيحلم باش انه يدير يعني يداره يدزوج يدير سيارة واشياء كتيرة اللي كل شاب اه كيحلم بها في السن دياله وبطبيعة الحال هذا هو الموضوع ديالنا اه اه اخواني الكرام فالناس اللي بغاوا يشاركوا معنا من خلال هاد الموضوع ينقشوا معنا وينشوفوا الاراء ديالهم بخصوص هاد الموضوع فما عليكم سوى آه تركيب الرقم التالي لهوا صفر ستة ستو سبعين تمني وعشرين سفر ستة اتنين وثمانين وعيد الرقم الهاتفي صفر ستة ستة سبعين ثمانية وعشرين صفر ستة اتنين وثمانين مرحبا بكم ومرحبا بالارأة ديلكم وبالتعليقات ديلكم بطبيعة الحال الناس اللي غادي تتعذر عليهم يتصلوا بينما على يوم سواء كتابات الرأي ديالهم في التعليق اللي غادي نقرأه بطبيعة الحال ونقشو جميعا هاد الموضوع اللي هو موضوع اللي يجرى اللي قلت بشكل كبير في الاونة الاخيرة في سنوات الاخيرة بطبيعة الحال فمرحبا بكم اه اخواني الكرام فيعني الناس يعني اه ولاة كتقلب انها تخرج من الاوطان ديالها كتقلب انها تمشي الخارج باش انها ربما تبحث على عمل وفضل يعني تفشي البطالة وايضا وضعية الاجتماعية لولاة مزرية لدى فئة كبيرة من الشباب الناس ربما اكينين ايضا شباب اللي تبارك الله يعني حامل الشهادات والناس يعني اه كفاءة عالية الا انهم ربما اه ما كينش يعني فرص ديال الشغل ما كينش مجموعة من الاشياء وبالتالي فا اه هاد الشباب كيمشيوا باش انهم اه يقلبوا على اه ربما بلدان اخرى لانهم باش انهم ابرزوا الكفاءة ديالهم ابرزوا ايضا اه المقدورة ديالهم وايضا اه 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 اقلبوا على عمل يعني بالشواهيد اللي محصل عليها فا اه هنا يعني ربما امر عادي جدا اه الا انه ربما الامر الذي ليس اه عادي هو ان نشوفه شباب يعني ما عنده لا ديبلوم ما عنده لا حرفة في دي ما عنده مجموعة من الاشياء اللي ممكن انه تخولوا له باش انه يكون اه واحد الفارض فاعل واحد الفارض اللي ممكن ان المجتمع يستفد منه واتتووا كي يحلم باش انه يهاجر فا اخي اه فالناس يعني كنقول بطبيعة الحال وهذا رأي ديال مجموعة من الناس فالناس اللي اه اصلا يعني الوطن ديالك الى ما قدرت انه باش اه ربما تبت فيه دات ديالك فا كيف لك ان تتبت داتك في بلدان اخرى وفي اه ديال المهجر وايضا اه كين هناك عامل ديال اه اختلاف التقافة اختلاف اللغة اختلاف ايضا نمط العيش فا اه من الصعب جدا ان يتأقلم اي كان يعني مع الوضع فما بالك بالناس يعني اللي اه عندهم يعني مستوى تقافي اه عالي جدا و اه يتقنون اللغات الاجنبية ولا يستطيعون يعني التأقلم بسرعة مع الاجواء ومع المجتمع المستقبل او اه يعني البلد المستقبل فما بالك بشخص لا يفقى اي شي ولا يملك اي شي يعني ما عنده اه باش ينفع يعني اه البلد المستقبل اه فا اه ربما الامور صعبة جدا يعني التأل الناس اللي كتمشي يعني اه كتهاجر بطرق غير مشروعة فكنا كنعرفو الوضعية فاش كيعيشو يعني اه فالناس يعني كتكرفس الناس كتمشي كتخدم يعني في الضيعات الفلاحية كتخدم يعني فا اه اعمال شاقة اعمال ربما اه لا تحترم الكرمة الانسانية دي لهم وبالتالي فا اه الناس يعني ما تغرش يعني بالمظاهر فاش يعني كي يوصل يعني هناك من يكتري سيارة ويأتي يعني المغرب باش انه اه ربما يدوز الفاكونس يدوز اه شهر او شهرين وبالتالي كيرجع مرة اخرى يعني الواقع المرير دياله اللي هو تكرفس اللي هو اه تمارا فا اه مجموعة من الشباب يعني كيشوفوا هاد المضاير كيسحبوا بانه ربما اوروبا او اه بلدا اجنبية يعني كلها مفرشة بالورود فلا يا اخي لا تغتر لانه مكنش محسن بلدنا الا انه فقط يعني اه احنا كان امنوا وعارفين بانه مجموعة من الامور خاصة تغيير مجموعة من الاشياء خاصة تغيير اه ايضا السياسة ديالتشغيل خاصة تغيير واشياء كثيرة اللي ممكن انها تخلي الناس بطبيعة الحال انها اه تشتغل داخل الوطن ديلها بالكرامة الانسانية فا اه صراحة الهجرة اصبحت شيء اه وارد جدا في السنوات الاخيرة اه اه مجموعة من الشباب ايضا كي الناس اللي كتمشي باش انها اه من اجل استكمال الدراسة وهذا اه ربما عادي اه اه دانو اه